اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتكنولوجيا الحديثة سهمت بشكل كبير قوي في حجد المواطنين في كل أنحاء محافظات مصر في سؤال مهم برضو يقول لي دلل لم تكن صورة 25 يناير وليدة هذا التاريخ يعني ما فيش يا شباب صورة بتقوم الناس بتقوموا للنوم كده تعمل صورة أكيد في حاجات سبقت الصورة أو مهدت للصورة أو خلت الصورة تنفجر فعلا في حركات سياسية واحتجاجات الشعب كان بيعملها سبقت صورة 25 يناير بس ما نقدرش نقول عليها صورة بشكل كامل يعني الحركات السياسية دي والاحتجاجات دي ما قدرش نقول عليها صورة الصورة الكاملة بالفعل حصلت يوم 25 يناير تعالوا نشوف مع بعض إيه الأسباب اللي قدت للصورة ونبدأ مع بعض بالسبب الأول تدهور الأوضاع الاقتصادية هنقول تحت تدهور الأوضاع الاقتصادية عشان نفهمها بقى بالتفصيل واحد اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية يعني إيه يا أولاد كلمة انفتاح اقتصادي معناها أو التفسير البسيط لها هو تغيير شامل في النظم الاقتصادية نلاقي بدل ما الحكومة ما بتعمل خطط ممتدة يعني مثلا خطط خمسية لكل خمس سنوات لا بنلاقي إن الخطة أو البرامج التنموية بتتعمل سنة بسنة والحكومة بتشجع القطاع الخاص وبتشجع المستثمرين الأجانب إن هما يدخلوا السوق المصري ويبتدوا يعملوا مشروعات خاصة بيهم طيب هتيجي تقول لي إيه العيب في السياسة داية العيب إن انت السوق بتاعك هيتملي بالمنتجات الأجنبية يعني انت مش هتصنع انت كده بتشجع على الاستراد فبالتالي انت مش هتصنع العيب برضو في السياسة داية إن انت حلوة أو تشجع القطاع الخاص وتشجع المستثمرين الأجانب إن هما يشغلوا فلوسهم جوه البلد بس ما يكونش القطاع الخاص ليه الكلمة الأولى والأخيرة في الاقتصاد كذلك المستثمرين الأجانب ننتقل للنقطة التانية التطبيق الغير سليم لسياسة الخص خصة وبيع مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئة معينة من رجال الأعمال معنى يا شباب الكلام دا كلمة خص خصة يعني بيع المنشأة الحكومية لملك الدولة للقطاع الخاص يعني مستثمر مصري يمتلك منشأة حكومية زي مثلا أنا أقول لك إيه شركة مصر للغزل والنسيج تلات باعت لمستثمر يعني رجل أعمال هتقولي طماء طب إيه لعيفة كده لا ده عيب كبير قوي العيفة كده إن الأسعار هتعلى جدا لإن هنلاقي إن اللي بيتحكم في أسعار المنتجات داخل السوق هما المستثمرين العيب التاني إن ألاف العاملين اللي جوه المصانع ديت هينضموا للشباب اللي هم بطالة اللي هم مش لقين شغل فبالتالي هعملوا أفاتح تجاجية هتقولي طب هو ليه أصلا هتحصل بطالة بكل بساطة المستثمر ده لما يجي يشتغل منشأة الحكومية ممكن يحولها لأي حاجة تانية واشترع مصنع ممكن يحوله الفندوق لقرية ساحية أي حاجة فبالتالي هيستغنى عن العمالة الجوه إنت عندك مصنع جوه ألفين عامل مثلا فاتحين ألفين بيت فجأة هتلاقي المصنع دات أفل وتحول لأي نشاط اقتصادي آخر فبالتالي هتلاقي العدد بتاع الناس اللي مش بيشتغلوا أو البطالة نسبتها بتزيد جدا يعني يا شباب اللي قدر أقوله أن سياسة الخصخصة أو سياسة الانفتاح الاقتصادي هم مش وحشين المشكلة أن نتطبقوا في مصر عندنا بشكل خاطئ يعني اللعاب مش في السياسة اللعاب في التطبيق بتاعها تاني سبب سوق الأوضاع الاجتماعية لازم تقول لي زيادة الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع أنتوا عارفين أن مجتمعنا مجتمع طبقي الغني بيزداد غينة والفقير بيزداد فقر الثاني حاجة غياب العدالة الاجتماعية في توزيع السروة يعني ما جاء ألاقي أن في ناس بتقبض مرتبات تعدي إلى 10.000 جنيه وفي ناس بتاخد مرتب ما يعديش الألف جنيه فبالتالي في غياب تام للعدالة الاجتماعية في توزيع السروة السبب التالي تضاهر الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية دخلوا المستشفيات دخلوا المدارس وشوفوا الخدمة اللي بتتقدم للمواطن في المستشفيات والمدارس الحكومية وهتلاقوا فعلا أن الحال متدهور تماما أربعة استمرار العمل بقانون التوارق والله ده قانون كان رئيس مبارك عمله لما تولى الحكم سنة 81 وفضل القانون ده مستمر العمل بيه هتقولي ده اسمه قانون التوارق يعني المفروض يتحط أو يتعمل في حالة التوارق بس ما يتحطشه ويبقى مستمر بقى مقاش موجود طول فترة حكمه فطبعا ده كان سبب رئيسي من أسباب قيمة السوق خمسة وآخر سبب معنا تزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى سنة 2010 لما لقينا أن الحزب الوطني اللي هو الحزب الحاكم اللي كان رئيسه مبارك حصل على 97% من المقاعد بتاعة مجلس الشعب هتيجي تقولي طب فين المعارضة هنا دلوقتي هنلاقي ان تقريبا المجلس اللي هو المجلس اللي بتكلم باسم الشعب خلى تماما من المعارضة يعني 97% حزب وطني فبالتالي فين المعارضة أحداث وقائع صورة 25 يناير بيقولك تم اختيار يوم 25 يناير بداية للإحتجاج والتظاهر السلمي واحنا عارفين ان اليوم ده كان ييد الشرطة تم اتخاذ الميادين العامة في القاهرة واسكندرية والسويس والمنصورة المحافظات الكبرى الموجودة في مصر وابتدوا المتظاهرين يتجمعوا جواها استمرت الصورة لمدة 18 يوم لغاية ما مبارك تنحى وساب الحكم يوم 11 فبراية فالصورة فضلت مستمرة لغاية ما مبارك ساب الحكم 18 يوم هنلاقي ان ابتدى طبعا المساجين خارجت من السجون ابتدت الناس والبلطاجية يهاجموا المحلات والمناطق التجارية في البلد واحنا شفنا طبعا ان كان فيه اتراب أمني في البلد ومش عفناتحة في المصر يتهاجم وتسرق كل يعني كان فيه اتراب أمني في أنحاء البلاد بصفة عامة فطبعا احنا مش هنسكت فابتدنا نعمل حاجة اسمها لجان شعبية يعني احنا كشباب وكرجال ابتدنا نعمل حاجة اسمها لجان شعبية نحمي المنشآت بتاعتنا نحمي بيوتنا نحمي عربياتنا ونواجه أعمال السرقة والحرق والترويع بتاعت المواطنين اللي بتحصل في الشوارع والميدين المصرية ولكن احنا لقينا ابتدت القوات المسلحة تنزل لما احنا استعاننا بيهم يعني احنا طلبنا المساعدة منهم ابتدت القوات المسلحة تنزل ومتلاكات الشعب العامة وزي ما احنا شفنا الدبابات والعراضيات بتاعت الجيشة ما كانت منتشرة في الشوارع والمادي ماشي فيه صورة بقى شغالة عايزين نعرف ايه موقف النظام السابق موقف مبارك من الصورة عمل ايه يعني بيقولك قال انه هيشكل حكومة جديدة وابتدى يفوض صلاحيات رئيس الجمهورية الى النائب بتاعه ماشي ايه المتظاهرين بقى ارد فعلهم قالك لأ هم فضلوا متمسكين ان احنا عايزين ان الرئيس مبارك يقحل يسيب الحكم وبالفعل تخلى مبارك عن الحكم يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وترتب على ان هو ساب الحكم تسليم ادارة شؤون البلاد للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وابتدى الشعب بقى يخرج يعبر عن الفرحة بتاعته ويحتفل في المدين وفي الشوارع المصرية انننساش حاجة مهم او يا شباب ان الاحداث اثبتت ان الشعب طالما مصر على مطلب معين هيفضل ورا المطلب ده لغاية ما يتحقق الحاجة التانية ان الجيش المصري كان بيساند الشعب وبيحميه وليس اداء لقمع المتظاهرين ندخل بقى الصورة التانية هي صورة 30 يونيو 2013 انت طبعا هتقول لي ايه ده احنا لسه خارجين من صورة من سنتين ليه صورة جديدة تحصل بيقولك بعد تولي رئيس محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة حكم البلاد لما فاز طبعا في انتخابات سنة 2012 بنسبة 51% في الاعادة اللي حصلت بينه وبين احمد شفيق اتجمع الشعب المصري يوم 30 يونيو في صورة جديدة ليه طيب بيقولك بسبب استمرار سوء الاحوال الاقتصادية ولم تحقق الحكومة الجديدة والرئيس الجديد اي سياسة جديدة لحل المشكلات يعني لقينا المشكلات اللي كانت موجودة في البلد هي هي العدالة الاجتماعية برضو مش موجودة المشكلات زي مشكلات النظافة مشكلات الامن مشكلات الكهرباء الى اخر المشكلات اللي كان البلد بتعاني منها لسه موجودة زي ما هي فبالتالي ابتدى الشعب يخلق في الصورة جديدة وهي صورة 30 يونيو وحفاظا على امن الدولة ادخلت القوات المسلحة واعلنت بيان يوم 23 يونيو 2013 وضحت فيه ان المسئولية الوطنية والاخلاقية لقوات المسلحة تجاه الشعب المصري تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية وابتدت القوات المسلحة تدعو الطرفين الشعب والريس ان يكون فيه بينهم طلاقي للقراء يعني يبتدوا يشوفوا هم انت يا رئيس هتعمل ايه في التظاهر وفي الصورة اللي حصلة ديت طيب هنشوف الشعب ايه المطلب بتاعهم حاول احنا نوفق القراء بين الطرفين يعني الجيش ادى الطرفين عموما مهلة اسبوع علشان يجدوا صيغة للتفاهم ايه بقى موقف الرئيس محمد مرسي من هذا البيان بيقولك رفض تماما اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وطبعا ده كان المطلب بتاع الشعب ورفضت قوى المعارضة التحاور معاه يعني هو رفض الانتخابات يعني رفض المطلب بتاعهم وهم رفضوا ان هم يتحاوروا معاه سياسيا النتائج الصورة عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013 وتسلمت السلطة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين انتخابات رئاسية مبكرة وتعدل الدستور اللي كان اتعمل سنة 2012 اتنين دستور جديد تم اصداره في يناير 2014 تالت حاجة تم عقد انتخابات رئاسية اللي هي كانت بين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي وفاز المرشح عبدالفتاح السيسي برقاسة الجمهورية وبذلك بدأت مصر فترة جديدة من تاريخها الشعب يتطلع لتحقيق احلامه والديموقراطية والعدالة الاجتماعية نتمنى ان شاء الله الدرس يكون اعجابكم بتنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو واي سؤال اعطونا في الكومنتات وحلو الكوز في نهاية الدرس وان شاء الله نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة